كابتن أحمد الكاس الكابتن أحمد الكاس وكابتن أحمده RIGHT обычно يقولون أننا كل جمهور يجي يشجع في شكل مثالي وكل جمهور ييجي سانة في اتوان نعم ما توصلش طبعا للباقي بان يحصل مشاكل ويحصل إصابات ويحصل الحاجات دي للأسف احنا طبعا يعني وأكيد دكتورة من أحمد ودكتورة محمد يقولولك كلام اللي أنا بقوله دا ان احنا علاقتنا كلعيب مع بعضينا حتى قبل المباراة حتى جوال ملعب باللضحك مع بعضينا والمنافسة موجودة نتمنى ان شاء الله بإذن لنا ما نشوفش ده في ملعبنا ونتمنى ان الناس يعني ان الناس يعني تفهم ان الرياضة دي اخلاق قبل كل شيء ونتمنى ان الناس تفهم ان العلاقة لازم يعني تسود احترام بنا وبعدنا ان في النهاية احنا بلد واحدة يعني جماليك برسعية جمالينات الأهل جمالينات الزماليك جماليك جماليك اسمعالية كلنا مصر كلنا بلد واحدة فما نبعش ان حتى يعني يحصل له حاجة أو كده قولي كابتن أحمد النهاردة بعد ما اشتركت الخمسة واربين دقيقة حاسس انت انك بدنيا وصلت لثمانين في المية ولا لسه والله الحمد لله لاني يمكن لي اول شمسة واربعين دي رسمية ولكن انا يمكن لعبت المباراة من حوالي سبعة ايام او ست ايام مباراة كاملة مع فعيل واحد عشرين سنة الناس الاهلي ولعبت التسعين ديها كاملة والحمد لله قد فيها بشكل كويس لاني قابليها كمان كنت بطمرة بشكل كويس كان فيه برينامج قوي بالنسبالي كنت بطمرة نسوفها بعضه فالحمد لله يعني الى حد ما طبعا انا شايف اني يعني وصلت النسبة كبير من اللياقة البدنية ينقص بس حتة ده احساس المباراة نفسها والدخول في اجواء المباراة نفسها بس يا دي انما انما كحتة اللياقة الحمد لله انا شايف في الكن انا معاش طبعا انتوا اكيد شفتوا افضل ولكن معاك يعني الحركة بتاعت شكلها كويس المجهود الخمسة واربعين ديها الحمد لله شكل كويس قولي انتوا في السيارة الان عائدين الى القاهرة ولا لسه احنا احنا بالضبط احنا في الطريق واجعين ان شاء الله في القاهرة والعمو الحمد لله مفيش اي حاجة خارجتوا من مدينة بورسعيد ولا لسه 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 مخارجناش مدينة ماشيين دلوقت طبعا ولكن الامو الحمد لله كلها هادية الحمد لله الكوات المسلحة كلها مهمنا الامو بشكل كويس يعني الامو الحمد لله باتمنن ازاي سوت باذن الله كل الشكر لكابتن مصر